كابتن عمر هدات لعب التنس والنهاردة نادي وادي دجلا وفتتاعها ملاعب البادل فإيه علاقة البادل بالتنس و شفت التجربة النهاردة ازاي نووس النهاردة فكرة لزيزة جدا جاءت من فريق التسويق بتاع وادي دجلا ان يجيب تطال التنس وأبطال سكواش يلعبو لان البادل لعبة ميكسما بين التنس والسكواش لان فيها إزاز وفيها شبكة أزاز تنس فكت فكرة لزيزة جدا احنا انبسطنا جدا واستمتعنا ان احنا نلعب مع رانيم وكريم النهاردة اثنين ابتال عالم فكاد فكرة لزيزة جدا ونتمنى ان شاء الله ان اللعبة تكبر في ودي ديجلة الفترة اللي جاية شايف لعبة البادل اقرب للتنس ولا للسكواش وهل مهارات اللعب كان لعب تنس او سكواش هيبقى افضل في البادل ولا ايه حتى الان معظم اللي بيلعبوها دلوقتي في مصر او برا اكترهم كانوا لعيب التنس او لعيبة بتدت تلعب بادل على طول لان هي اقرب للتنس يعني خطوتها بالسكور بتاعها بالشبكة بالكلام ده كله قريبة اكتر للتنس ودرباتها الشبه التنس شوية غير بس الازاز دي اللي متاخده شوية من سكواش بس اعتقد هتبقى الافضلية دايما للاعبة التنس فيها لو نتكلم بقى عن خطة حضراتك المستقبلية هتعمل ايه الفترة اللي جاية انا هنا مدير فني عندية ودي ديجلة للتنس وبرضه مدرب منتخب مصر للبنات الشهر الاخر الشهر ان شاء الله مسافرين كاس العالم في تركيا تحت 16 سنة الحمد لله السنة دي في التنس احنا ديجلة لأول مرة الدوري الممتاز دي أول مرة تحصل في تاريخ ديجلة فدي طبعا انجاز هاي اللي ودي ديجلة وانا اتمنى السنة الجاية ان شاء الله يبقى عندنا لعيبة كتير جدا بتعمل ناتاك كويسة على المستوى المحلي والعالمي انت تفكر تدخل لعبة البادل الفترة اللي جاية ولا هتفضل زي ما انتا تنس لا اسيب التنس صعب احنا بنلعب بادل بس كده كهواية تتلعب كده يوم في الاسبوع بتبا لذيذة لكن التنس لعبة الاساسية مشكورك شوكرا اشتركوا في القناة